وفاة نجل فنان حسن يوسف غرقا في إحدى كرة الساحل الشمالي عن عمر ناهز 35 عاما خبر أحزن كله بلواد مواقع التواصل الاجتماعي وسط تفاعل من المشاهد والنجوم والعمة لتقديم واجب العزيب توفى منذ قليل نجل فنان حسن يوسف وعتعرضهم لغرق في إحدى كرة الساحل الشمالي وتم نقل الجسمان لمستشفى العالمين وتعرض نجل فنان حسن يوسف وإيدة عبدالله 35 عاما للغرق بقرية سياحية بمنطقة الساحل الشمال أثناء السباح وتم نقل الجسمان لمستشفى العالمين وتحرير المحضر والتحفظ على الجسمان تحت تصرف النيابة ومفاتش السحب مطروح وتفاعل رهود مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة نجل فنان حسن يوسف وقالت الفنانة نهاية العنبر في تصريحتها علمت بالخبر وأنها في الطريق إلى عائلة الفنان حسن يوسف لمؤازرتهم حيث أنها بإحدى الكرة المجاورة في المكان الذي توفى غرقا به عبدالله نجل فنان حسن يوسف ومستشفى العالمين وعلق علاء مبارك نجل رئيس الراحل محمد حسني مبارك على الخبر بتغريدة قال فيها البقاء لله وحده أحسن الله عزائك وغفر للفقيد وتغمده برحمته ولدوانا والله يجعله شفيع لك يوم القيمة وتوالد بستات العزاء كالأتي ترجمة نانسي قنقر للفقيد الرحمة والأهل وزاوية الصب والسلوان عزيزي المشاهد لا تنسى لعيك واشتراك في القناة مع تفايل الجرس لكل جديد مع جمال وراء تحياتي وتحيات قصة الثقافة ومعالوين تابعونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر